أرجع للأستاذ خالد أستاذ خالد معلشي الدراسة بتتكلم على دولتين تشيلي تقريباً والجنوب إفريقيا ممكن تدينا فكرة عن تشيلي أنت في الأول بدأت بتشيلي تقريباً اللي هم راحوا قالوا لأ وأسقاطوا النظام ممكن تدينا فكرة سريعة يعني ملخصة عن تشيلي وما حدث فيها طيب هي تشيلي الأحداث بتاعتها أو مصرات الأحداث بتاعتها قريبة جداً من المشهد المصري قريبة كأحداث يعني تشيلي كان حكمها في سنة 1970 أول رئيس ياساري منتخب ديمقراطياً في أمريكا الجنوبية كلها الرئيس قعد ثلاث سنين الليندي سلفادولون اليندي وحصل عليه انقلاب عسكري بقيادة بينوشي طبعاً الانقلاب دوت كان مدعوم بشكل كبير جداً من أمريكا في الوقت دوت بينوشي حكم من 73 لسنة 88 حوالي 15 سنة سنة 88 كان فيه استفتاء نتيجة تعديل دستوري هو أحداثه سنة 80 على أنه يبقى الاستفتاء بيسأل المواطن الشيلي هل يبقى في الحكم يستمر في الحكم لمدة 8 سنوات أخرى أو أنه لا يقبل بذلك لو يقبل باستمرار بينوشي يستمر بينوشي 8 سنين كمان أو لا يقبل باستمراره يبدأ يحصل عملية انتخابات حرة مرة أخرى على رئيس مدني سنة 89 بعدها في سنة بالضبط طبعاً ده الشكل العام يعني ده إحنا كده بنتكلم فيه خطوط عريضة للمشهد العام اللي يهمني دوقتي أن السياقات اللي كانت موجودة اللي هي قدت بقى أن التجربة تبقى نكحة ليه المعارضة راحت على الاستفتاء بحجد الناس وحجد الجماهير على التصويت بلاقة وليه في نفس الوقت الموضوع ده كان ناتجته إيجابية في بعض السياقات اللي كانت حوالين التجربة أهمها أو بالأخص ثلاث أمور رئيسية أول أمر خالص هو كان فيه حالة دعم دولي يعني أمريكا في اللحظة ديات في لحظة 88 إدارة ريجان بالأخص يعني كانت وغدة سياسة واضحة مختلفة شوية عن السياسة السابقة لإدارة نيكسون اللي هي كانت داعي عامة طبعاً للإنقلابات العسكرية ريجان في الوقت ده تقريباً في منتصف التمانينات ابتدى ينتهك سياسة أنه هو استعادة المصار الديمقراطي مرة أخرى في الحكومات الموجودة في أمريكا اللاتينية ابتدى الكلام ده في البرازيل في الأرجنتين في تشيلي وابتدى يدعم أي مصار لتحول ديمقراطي الكلام ده كان دعم واضح جداً لدرجة أن السفير نفسه الأمريكي الجديد اللي تم تعيينه في 85 في تشيلي بداية عمله في تشيلي بدأ يقابل المعارضة وبدأ يشارك حتى فيه مسيرات الاحتجاج بنفسه وكأنه بيد رسالة أن اتجاه الرئيسي للسياسة الأمريكية في اللحظة الحالية هي دعم الحكم المدني أو استعادة المصار الديمقراطي مرة أخرى فبالتالي فيه عندك دعم أمريكي قوي جداً وده أمر لا يستهم به وفي نفس الوقت كان فيه حالة دولية لرفض انتهاكات بينوشي ربما يعني أشهر حادثة في الوقت دوت كانت سنة 87 كان فيه تزيارة للبابا الفاتيكان في تشيلي نفسها وصرح تصريحات وهو في أرض تشيلي ضد بيروشي وطلبه بالتناحي عن السلطة وطلب الكنيسة التشيلية في الوقت دوت أن هي تدعم المصار الديمقراطي وبالتالي دخل حتى الجانب الديني في مسألة الصراع معه زي ما دخل الجانب الديني برضو في تأييد بينوشي في الأول صحيح في الأول فدي كلها سيقات في نفس الوقت كان فيه حالة من حالات الاختلاف داخل المجلس العسكري المجلس العسكري كان برضو فيه مجلس عسكري في التوقيت دوت أبرز القيادات في المجلس العسكري كان بينها خلاف حاد مع بينوشي كان هم رفضين فكرة الاستفتاء معنا صح وشايفين أن الاستفتاء لن يعطي شرعية يعني الأمر يستمر الحكم العسكري يستمر من غير الاستفتاء على بينوشي كان فيه بعد كده الإجراءات الاقتصادية الصعبة طبعاً أزمات الاقتصادية ودي كانت في آخر يعني بداية بينوشي كان فيه تطور في الاقتصاد جيد بعد كده في نهاية بينوشي كان فيه حالة سلبية جداً وسيئة جداً للاقتصاد بعد كده الكلام ده كله سياقات السياقات دي دفعت المعارضة لأن يبقى لها شكل محدد وده اللي يمكن أدى بقى للنجاح تجربة شيلي أهم ملمح من ملمح المعارضة إن هي كونة تحالف سياسي واسعة كبير جدا حوالي 16 حزب من أقصى اليمين لأقصى اليسار كلهم تحالفوا في تحالف من أجل قيادة اللي يسمى استفاف يعني استفاف أو توحد يعني في اللحظة ديت من أجل حجد الناس وحجد الجمهور على التصويت بلأ وبالتالي هما كان عندهم نظر نقول كان عندهم دوافع مبررة إن هما يقولوا لأ لأن فيه حالة دولية وحالة داخلية بتساعد على الكلام دوت قدروا يتوحدوا في اللحظة ديت وقدروا يجمعوا الناس ويدوا للناس حلم إن فيه حاجة بديل فيه بديل آخر لبينوشي وراحت الناس راحت الناس طبعا وكانت النتيجة في النهاية حوالي 54% أو 56% للأقا وقدامها 44% لنعم وبالتالي حصل عملية التحول أو الانتقال الديمقراطي خلينا نقف عن دي حالة دي وروح لسي زعمار